لو تكلمنا عن عوامل تجلط الدم طبعا احنا سبق وعرفنا ان لو في وعاء دمه في جسم الانسان تعرض لنزيف معين سرعان ما بيحدث تجلط في هذا المكان اللي حدث في نزيف او قطع وبالتالي بيتم ايقاف النزيف بنتكلم عن عوامل تجلط الدم نقصد بعوامل تجلط الدم هي عبارة عن بروتينات بتتواجد في دم الانسان وتعمل على تخثر او تجلط الدم وبتكون طبعا مرقمة بارقام رومانية نزيف الدم اللي بيحصل في جسم الانسان بيعامل على تحفيز وتفعيل الية تجلط الدم بمجرد الناس بتقوم طبعا عوامل تجلط الدم بالقيام بعملها بالترتيب واحد طول والاخر وبيحفز كل عامل العامل اللاحق ليه علشان كده مهم جدا ان احنا تعرف على عوامل تجلط الدم فيه ثلاث عوامل او خطوات رئيسة لزمة واساسية عشان يحصل تجلط فيه الدم اولا اول عامل هو عامل الاوعية الدموية لما بيحصل جرح في الاوعية الدموية وبيسبب نزيف لهذا الوعاء بتقوم طبعا الاوعية الدموية بالانقباض وده بيسبب بطء في حركة الدماء وبالتالي بيسمح ببدء عملية التجلط كمان الدم خارج الاوعية الدموية بيقوم بالتجمع والضغط على جدار الوعاء المصاب عشان يمنع استمرار النزيف العامل التاني هو عامل صفائح الدموية ومجرد حدوث نزيف في الوعاء الدموي بيقوم الجسم بتحفيزه صفائح الدموية علشان تقوم بالالتصاق بجدار الاوعية الدموية في طبعا في عامل بيطلق عليه عامل فون والبراندفاكتور بتفرزه خلال الاوعية الدموية هذا العامل بيعمل على التصاق الصفائح الدموية بجدار الاوعية الدموية في كمان عاملين اخرين بيطلق عليهم الكولاجين والثرومبين كل عامل منهم بيساعد الصفائح الدموية على الالتصاق ببعضها لما بتكتمع كتلة من الصفائح الدموية وبتتجمع على الجزء المتضرر من الاوعية الدموية بتقوم بعمل غطاء بيشبه الشبكة لمنع النزيف بتستمر طبعا الصفائح الدموية في تغيير شكلها وبتنتج البروتينات اللي بتعمل على اضافة مزيد من الصفائح في المكان المتضرر الى ان يحدث تخثر للدم لو جينا اتكلم عن العامل الثالث وهو عوامل تخثر الدم تخثر الدم في المكان المتضرر في الاوعية الدموية بيتطلب طبعا تحفيز مجموعة من العوامل البروتينية بينتجها الكبد في جسم الانسان وفي العديد من عامل تخثر بتبدأ بحدوث عمليات كيميائية الى ان تنتهي بتكوين الثرومبين اللي بيحول الثرومبين عامل اخر اللي هو الفيبرونجين بيتواجد في صورة دائمة في دم الانسان الى سلسلة اطول بتدعى الفيبرين اللي هي بتشبه الخيوط او الشبكة بيتشعب الفيبرين بيكون ما يشبه به شبكة محيطة بالصفاحة الدموية وكرة الدم الحمراء بتساعد على التخثر والابقاء على المكان المصاب في العوعية الدموية مغطى بالكامل ومحكم على شام النمنع النزيف تماما في بعض الامراض اللي بتسبب نقص في عوامل التجلط الدم زي تشمع الكبد او تلايف الكبد الاشخاص المصابين بهذه الامراض بيعانوا من نزيف شديد كمان نقص فيتا من كاف اللي لازم لصنع عوامل التجلط الدم بيؤدي الى نقص هذه العوامل وده بيسبب نزيف ايضا لدى هؤلاء الاشخاص لو جاءنا كام عن فحص عوامل تجلط الدم ده طبعا اجراء يعني فحص عوامل تجلط الدم ده اجراء او تحليل ممكن الانسان يقوم به في المختبر او ينطلب منه هذا التحليل هذا الفحص فحص عوامل تجلط الدم بيعمل على عدة او احصاء عدد عوامل التجلط في دم الانسان ووظيفتها ايضا بيتم فحص كل عامل من عوامل التجلط على حدة بحيث بيفسر وجود اي نقص في عامل معين حالة النزيف الدائمة او عدم التأم الجروح كمان الهدف من هذا الفحص المعملي انه بيساعد الاطباء في الكشف عن سبب النزيف لدى الاشخاص وبالتالي تحديد العلاج المناسب وبيركز هذا الفحص على فعالية هذه البروتينات في الدم وليس على عدد البروتينات بعدك لو جاءنا نتكلم عن مشاكل نزيف الدم لما بيحصل جرح او نزيف في اي موضع في جسم الانسان طبيعي الجسم بيقوم بصورة آلية بتحفيز مجموع من الخطوات عشان تنتج او تكون جلطة دموية بتغطي مكان النزيف هذه الجلطة او هذه الخطرة بتكون ماردة بمجرد شفاء مكان الجرح في عوام الاخرى بتقوم بازابة الخطرة او الجلطة لدى الاشخاص الطبيعيين وبالتالي بيرجع الدم تاني للسيولة الطبيعية بتاعته وبيسير في الوعاء الدموي داخل الدورة الدمية بدون اي مشكلة لكن لا تتكون الجلطة بنفس الطريقة لدى الاشخاص خاصاتها الاشخاص اللي عندهم مشاكل في نزيف الدم في بعض الاشخاص بيعانوا من نقص في عوامل تجلط الدم او في الصفاحة الدموية وغالبا ما بتكون هذه الحالة متوارثة يعني مشكلة او حالة وراثية في العائلات في بعض الناس بيكون عندهم امراض وراثية مرتبطة بتجلط الدم عندهم حالة من السيولة في الدم اه طبعا بينصح الطبيب بفحص عوامل تجلط الدم في هذه الحالة لو كان الانسان عنده تاريخ عائلي في احد الافراد العائلة مصاب بهذه المشكلة اه الطبيب بيفحص الانسان وبيطلب منه اه تحليل عوامل التجلط وقياس عددها ومدى فعالاتها في تكون الجلطة اللازمة للتخلص من النزيف طبعا اه معروف ان اه الانسان لو هيخضى على اي جراحية عملية جراحية فطبيعي جدا من التحليل الطبية الضرورية اللي بيطلبوها من اه المريض هي تحليل عوامل تجلط الدم علشان يقدروا يقيسوا كفاءة وسرعة اه تجلط الدم علشان يتجنبوا اي مضعفات ممكنة ممكن المريض يعاني منها جراء هذه الجراحة وهذه العملية فبالتالي بيحددوا هل الانسان درجة السيولة اللي عنده هل اه عنده كمية كبيرة من الصفاحة الدموية فده بيطي الجراح فكرة عامة قبل اجراء اي جراحة ده كان اهم المعلومات عن عوامل تجلط الدم في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي باذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد